اشتركوا في القناة والعديد من حيوانات الممس تقف دائما على اهبط الاستعداد وتدحث عن الحيوانات المفترسة او الطيور الجارحة اما البقون منشغلون بالبحث عن الطعام وعادة ميكون ذلك عن طريق الحشرات المغذية لهم يعتبر العقرب طعاما لذيذا لهم لا يعرف الصغار اسلوب صيد العقارب لكن الام تفعل ذلك لاطعام الصغار قضم ذيل العقرب السم لعدم الاذب لكن العقرب يستخدم مخالبه للدفاع يحلق نسر في السماء ويبحث عن الفريسة بمجرد ان يلاحظها النمس الحارس فانه يطلق اشارة تحذير ويدحث المجموعات عن مكان الافتبائل بالاضافة الى اعداء الهواء هناك اعداء على الارض يجب الحذر منها ابن اوى حيوان مزعج مفترس وماكر للغاية فاصلة لكن حيوان النمسي مستعد في اي وقت انها تقوم بمسح المنطقة وعند الخطر تختبئ بسرعة تسيطر عائلة النمسي على منطقة كبيرة من الجائز زحف الافاعة نحوهم وبالفعل افع القبرى في قلب المكان نحوهم الان النمس وعائلته في خطر في وصف الحشد الكبير لتلك المجموعات لاتصل القبرى الى هدفها انها تفضل المغادرة بسلام طائر درونبو شقي للغاية لقد تعلم تقليد صوت انذار النمسي الحارس وفى لحظة حصول النمسي وعائلته على الطعام الطعام لذيذ لكن طائر درونبو يصدر صوت الانذار تسرع النموسي للمخابق ينزل الطائر ليأكل طعام النموس انها حصرة في قلوب النموس انه يفعل ذلك كثيرا الى اللقاء